اهلا بحضراتكم من جديد وهذه الفقرة الحوارية سيكون فيها تفاصيل فنية لها علاقة بالتفاصيل الرقمية والفرق المنافسة اللي هتواجه الاهلي سواء على بطول الكهس التحدي في قطر او حتى في مونديال الانداف في الولايات المتحدة الامريكية والنهاردة كده هنعمل خناء نزيزة على التصنيف اول ولا تاني ولا تالت الفيف ها يعتمد ايه معياره ممكن يفكر فيها ازاي تعرفين الحاجات اللي زيدي تبقى فرصة كويسة نتناقش فيها شوية قبل ما تبقى رسمية لان لما تبقى رسمية خلاص بقى تبقى قطلة بحثا يعني كمان النهاردة عندنا كلام مهم جدا على بطولة كأس الامم في المغرب منتخبنا الوطن عنده مباراتين خلاص يعني ما لهمش اي تأثير في اي شيء منتخبنا ضمن التأهل لكأس الامم من اربع انتصارات متتالية فهنتكلم على المنتخبات المتأهلة الى المغرب المنافسة على منتخبات ممكن لسه حظوظها مش واضحة كل دي بالتأكيد تفاصيلها هنتناقش فيها مع زمينا ايمن جلبرتو المحلل الفني هنا على شاشة قناة الالي ايمن منور الدنيا وسعيد بوجودك معايا النهاردة لاول مرة في برنامج الترنت يعني انا الاسعد يا محمد ويعني دايما متقلق والبرنامج هنا زي ما انت كده بتقول دايما بيحط ايده كده على حاجات معينة نشاور على الناس يتعلموا يستفيدوا كلنا نستفيد يعني اكيد اكيد طيب ابدأ معاك بكأس فيفا انتر كونترنتل وانت البطولة دي المحببة بالنسبة لك مركز في تفاصيلها ومواعدها وموراياتها والفرق المنافسة هبدأ معاك اولا الفرق اللي ممكن تواجه الاهلي باتشوكا المكسيكي بوتفوجو البرازيلي واتليت كومينيرو شايفي التلت فرق في مستوى واحد ولا مستوى مختلف طبعا يعني كمتابعة من قدرش نقول بشكل مفصل قوي لان برضو لما البطولة تحددت والامور كان لسه قررت امريكا الجنوبية تحديا كان لسه مباراة حتى وقتا في دور الثمانية والستاشر والامور اللي زي دي لكن دلوقتي في الوضع الحالي نقدر نقول بوتفوجو هو الاقوى بوتفوجو هو الابرز لانه حتى في الدوري البرازيلي هو المتصدر المنافسة بينه وبين بالميراس الفرق تقريبا بنتكلم اربع نقاط تلاتة وتلاتين جولة ولسه باقي حوالي خمس جولات على نهاية الدوري البرازيلي قتلت كومنيرو بعيد كترتيب يعني بعيد منكلم تقريبا في المركز الحداشر يعني هنا هو ده بوتفوجو حتى رقميا السنة دي احنا منتكلم المتشاط دي متشاط الفين اربع وعشرين عموما بالنسبة لفريق بوتفوجو تمانية وستين مباراة كزبانين تسعة وتلاتين تعادل سبعتاشر خسارة اتناشر مسجلين مية وتلاتاشر هدف ومستقبلين تمانية وخمسين هدف متوسط عمرهم تمانية وعشرين فبنتكلم نهاردة انه في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه ده بوتفوجو هو الفريق الابرز هو الفريق الاقوى المرشح انه يتوج بالدوري البرازيلي المرشح انه يتوج بلبرتادوريس فيه برضو قصة ان الفريق كان بعيد وكان في الدرجة التانية وبعدها يرجع وابتدأ يرجع ينافس تاني فعنده فرصة انه ياخد سنائية فهو على ارض الواقع حاليا هو الفريق الابرز يمكن اتلت كومنيرو وباتشوكا المكسيكي نقدر نقول ان نوضعهم برضو الحالي احنا ملناش دعوا ايه حصل الموسم اللي فات او الفترات اللي ساب نتكلم على الوضع الحالي اتلت كومنيرو بعيد كترتيب في الدوري البرازيلي يعني لو استعرضنا برضو ارقامه هتلاقي ان اتلت كومنيرو نعب 65 مباراة السنة دي عنده مباراة مؤجلة عن فرق تلت مباراة بزبسو عنده تقريبا مباراة او اتنين مؤجلين في الدوري البرازيلي بص حتى نسبة الفوز اقل التعادل كتير الخسارة 18 فرق 11 مباراة فوز عن بوتفوج يعني بوتفوج وهو المنتصد المنافسة في البرازيل بوتفوج وبالمراس والفريق اللي هو في المركز التالت فروتزيل فروتاليزا هم دول التلاتة الريبين من بعض في المنافسة فأتلت كومنيرو دي قدرنوا هو بعيد في المنافسة بالضبط لكن في النهاية بوتفوج هتلكون يرهي لعوه ماتشي كاس يعني النهائي ماتش واحد في الارجنتين ماتش واحد في الارجنتين يوم 30 نوفمبر هو ماتشي كاس فطبعا حالة الفرق كانت مالوش حسابات في ملعب كمان محايت فالامور كلها هتفضل 50-50 بالنسبة لباتشوكا برضو حسب نظامهم في الدوري المكسيكي واللي عندهم برضو شغل البلاي اوف والقصص دي يعني ترتيبه بعيد يعني دي مباراة وليات الموسيقى بالضبط كانت نقبس 17 مباراة كاسبانين 3 متعدلين 4 خسرانين 10 مسجلين 20 ومستقبلين 29 في الوضع الحالي فريق مستوى بعيد فطبعا أكيد بالنسبة للنادي الأهلي لو هتنتكلم يعني لو هنلعب ماتش الشهر الماتش الشهر اللي جاي فأنت لو هتفكر هتروح أكيد لباتشوكا هتروح ممكن لأتلة كومينيرو تحاول تبقى لعن بوتفوجو ولكن من وجهة نظري أن أي حد فيهم هيبع عنده مشكلتين تتعلق بوقت المباراة بتاعتهم 11 اللي هي درب الأمريكتين اللي هي باتشوكا مع أي أن كان الفائز من بوتفوجو وقتلت كومينيرو هيلعب يوم 11 وبعد كده يجو لعب الأهلي 14 الفرقتين بتوع البرازيل الدور البرازيل هيخلص أصلا قبل ماتش درب الأمريكتين بأيام قليلة يعني فرقة في الطف فورم أه بس برضو فيه سفر وفيه إجهاز هم طف فورم كلعب لكن برضو هو عنده سفر واللي جاء أنت ممكن هنا كنادي أهلي هتبقى قاعد مستني يبقى عندك أدفانتجي الراحل اللي أنت عمرك ما كنت بتقابل بطل أمريكا الجنوبية مثلا أنت بتلعب قبليه ماتش أو ماتشين تبقى جاي من الدوري بتاعك تبقى خلصان المرة دي أنت هيبقى عندك محظة مهمة الأدفانتجي بتاع أنت هتلعب بطل أمريكا الجنوبية أو بطل أمريكا الشمالية أي من هما هتلعبه المفروض أن أنت الأكثر راحة يعني حتى لو هتلعب قبليه دوري أبطال أفريقيا بس أصدى أن أنت تعرف قبل مباراة 14 اللي إله هيلعب في جوانس برج يوم 7 تمام فيه فرق أسبوع بزرق فما أعتقدش يعني صعب أن يتحط مباراة حالية في النصف ما فيش مباراة حالية في النصف فأنت الأسبوع ده هي أفرصة جيدة أن أنت تستعد وتستقبل بقى الفريق اللي إنت هتلعبه يوم 14 في ملعب 6-7-4 المميز 9-7-4 9-7-4 المميز